السلام عليكم عزيز الطالب تعال معي لنتعرف قاعدة كتابة كلمة 100 في كلمة 100 هنا الهمزة تعتمد كتابة كلمة أو الهمزة على حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها هون من راعي احنا الحركات لدينا في اللغة العربية أقوى الحركات ألا وهي أقوى شيء في البداية هي الكسرة وتأتي بعدها الضمة وكذلك الفتحة والسكون يقابل كل حركة حرف معين فالكسرة هنا يقابلها حرف الياء أي الألف المهملة التي تكون غير منقوطة الضمة يقابلها من حروف اللغة العربية الواو الفتحة يقابلها من حروف اللغة العربية الألف طبعا القائمة السكون لا يوجد أي شيء نهائيا لا يوجد أي حرف يقابلها لنلاحظ كلمة مئة في المثال الآتي قال تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سمبلة مئة حبة صدق الله العظيم نلاحظ هناك كلمة مئة مئة لننظر إلى حركة الهمزة وهي الفتحة وسبقت بحرف الميم وحركته الكسرة فإذا الكسرة هنا أقوى من الفتحة لذلك كتبت الهمزة على نبرة تعال معين لنتعرف على القاعدة القاعدة لكتابة الهمزة كما ذكرت سابقا في وسط الكلمة نراعي حركة الهمزة وحركة ما قبلها ونكتبها على الحرف المناسب للحركة الأقوى نجد أن حركة الهمزة الفتحة وحركة الميم الكسرة والكسرة أقوى من الفتحة والكسرة تناسبها النبرة فإذا تكتب الهمزة على نبرة بهذا الشكل عزيزي الطالب لقد أرفقت بهذا الفيديو الإجابات النموذجية للتدريبات وهي تدريبات صفحة 50